طيب النادي الاهلي بلغ محمد عبد المنعم انه بمجرد عودته مرة تانية للفريق هيتم تعديل عقده انتوا عارفين ان خلاص محمد عبد المنعم هيرجع تاني النادي الاهلي هيتم تعديل عقده الفترة اللي جاية والتعديل هيكون في الفئة الثانية في النادي الاهلي يعني هو هيوصل للفئة الثانية في النادي الاهلي عقده طبعا القديم مع النادي الاهلي اكيد كان قليل جدا بصفته لعب ناشئ او لعب صاعد في النادي الاهلي قبل ما يخرج للأعارة الأكثر من فريق الآن الأهلي يجاهز لتجديد تعاقد أو تعديل تعاقد محمد عبد المنعم بعد ما أصبح لاعب دولي ومهم مع منتخب مصر وقال كده هيبقى مهم مع النادي الأهلي في الفترة اللي جاي عجبني جدا على فكرة موقف نادي فيوتشر مع نادي الأهلي وعجبني جدا البيانة اللي عامه نادي فيوتشر مبارح إنه لواجب وطني إنه هو إدى اللاعب أو وافق على كسر الأعارة وإنه اللاعب يرجع تاني للنادي الأهلي عشان النادي الأهلي بيمر بظروف تحديدا في خاطة دفاع غيابات كتيرة جدا فمحمد عبد المنعم يرجع النادي الأهلي عشان يشارك معاه في كاسر العالم الأندية لو لاحي محمد عبد المنعم المشاركة مع النادي الأهلي في كاسر العالم الأندية بعد كاسر الأمم الأفريقية فده موقف يشكر عليه نادي فيوتشر بكل تأكيد